السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع شكري يشارك اليوم في اجتماع حول ليبيا بالسودان تواصل فعليات محادثات أستانا حول سوريا لليوم الثاني على التوالي منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جريش مجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبية لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة بما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلي جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بحثا خلاله نشاط وخطط ومشروعات الهيئة في مختلف المجالات المدنية والعسكرية فضلا عن أطر التعاون القائمة في هذا الصدد مع عدد من جول العربية والأجنبية وقال المتحدث باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الفريق التراس عرض خلال الاجتماع آخر أنشطة ومشروعات الهيئة البحثية والتصنيعية الجالي تنفيذها وكذلك شراكة القائمة للهيئة مع الجهات المماثلة في عدد من الدول العربية والأجنبية يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا والمقرر يعقده اليوم الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم ووصل شكري إلى مطار الخرطوم حيث استقبله نظيره السوداني الدرديري محمد أحمد استعرض سفير المصري في لندن طارق عادل ما لمح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتحسن بيئة الاستثمار في مصر وأكد خلال كلمته في غرفة التجارة المصرية البريطانية أهمية إبرام اتفاق تجاري جديد بين البلدين يحكم علاقاتهم التجارية بعد إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما شدد السفير طارق عادل على ضرورة رفع الحضر المفروض من جانب بريطانيا على السفر إلى مطار شرم الشيخ حتى تعود معادلات السياحة البريطانية لمصر لسابق عهدها أكد وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو دعم السعودية والإمراض في صد هاجمات ميليشيا الحوثين المدعمين من إيران باليمن وأشار بومبيو في بيان إلى أن النزاع في اليمن ليس خيارا بالنسبة للرياض وأبوظبي مشددا على أن تخلي واشنطن عن اليمن سيعرض المصالح الأمريكية للخطر وأعلن بومبيو أيضا تقديم مساعدات غذائية إضافية لليمن بقيمة تتجاوز 130 مليون دولار وأكد أهمية العلاقات مع السعودية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي منوها إلى أن تخفيض الروابط الأمريكية السعودية سيكون خطأا كبيرا بحق الأمن القومي للهات المتحدة وحلفائها تتواصل اليوم الثاني على التوالي فعاليات الجولة الحادية عشرة لمحادثات أستانا حول الأزمة السورية حيث آلنا رئيس الوفد الروسي في المحادثات أن اجتماعات اليوم الأول ناقشت ملف منطقة خفض التصعيد في سوريا مضيفا أن موسكو ستواصل محاربة الإرهابين حتى القضاء عليهم نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يزر الجيش الروسي وهو يجري تدريبات عسكرية في جلوب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية وأظهر المقطع أسلحة مضادة للطائرات تطلق صواريخ تريمف اس 400 بمقاطعة أسرخان لمزيدا بالأخبار تابعوا موقعنا الإخباري أكستانيوز دوت تي في إلى اللقاء